السلام عليكم خوتي تحياتي كل ابناء وطن الغالية من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا منسى وخوتنا الليف الغربة جولة سريعة فقط خوتي لمقابلات الدوليين جزائريين خاصة ان ركزوا بناصر ورياض محرز بناصر دير بالغضب ميلان والانتر المقابلة لشهدة فوز نادي ميلان بهدف لسفر بواسطة زلطان ابراهاموفيتش ميلان لعبت بالطريقة اربعة اثنين ثلاثة واحد طبعا طبيعة الحال بناصر كمسترجع بناصر حسب موقع هوسكورد تحصل على تنقيد ستة فاصل ثمانية تنقيد نوع ما نقوله مقبول جدا مقبول نوعا ما تنقيد مقبول نوعا ما اه حبينا نديره مقارنة بين بناصر وآآ بروزوفيتش لعب الانتر في الخريطة الحرارية آآ بناصر بالسهم الازرق باللون الازرق بناصر لمس الكرة حوالي يعني خمسة ورابعين مرة اما بروزوفيتش باللون البرتقالي آآ بروزوفيتش لمس الكرة حوالي اربعة وخمسون مرة ما ننسوش ايضا انه آآ الانتر آآ يلعب في ميدانه يعني كام هو اللي يستقبل آآ الميلان آآآ بناصر تحصل على تنقيد ستة فاصل ثمانية التنقيد نقوله مقبول نظرا الممكن آآ ربما تراجع مستوى ربما يعود للتاعب بسبب تواريخ الفيفا وهذا امر طبيعي جدا نعود الى مقابلة آآ رياض محرز آآ مانسيتي لهذه غياب دي بروين آآ محرز جناح اي منك الادا محرز حسب موقعه تحصل على تنقيد سبعة فاصل واحد ثالث احسن لاعب يعني في المقابلة في من جنب فريقه آآ ثالث احسن لاعب من جنب فريقه يعني نقدر نقوله تنقيد مقبول ايضا جدا آآ خريطة الحرارية اللي قدرناها مقارنة بينه وبين ساكا لاعب ارسونال آآ محرز باللون البرتقالي محرز المس الكورا اربعة وستين مرة اما ساكا لاعب ارسونال المس الكورا باللون الازرق المس الكورا حوالي ثمانية وخمسين مرة اذا فوز آآ مهم لمحرز نتمنى له ان شاء الله مزيد من التألق في قادم المقابلات ايضا نتمنى اسماعيل بناصر ايضا مزيد من التألق مع الميلا في قادم مقابلات نتمنى كل توفيق للاعب المنتخب الوطني ملتقال مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة